يشهد متحف الرمال لجنوب مدينة الغردقة إقبالاً كثيفاً من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية لمشاهدة حوالي 60 تمثال وقطعة تم تصميمها من الرمال ويعد المتحف الأولى من نوعه في الشرق الأوسط والأول على العالم في استخدام نوعين من الرمال السفراء والبيضاء إقبال كثيف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات يشهده متحف الرمال جنوب مدينة الغردقة لمشاهدة حوالي 60 تمثالاً وقطعة تم تصميمها من الرمال المتحف يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط والأول على العالم في استخدام نوعين من الرمال السفراء والبيضاء حيث تم نحته في سبعة شهور وباشتراك أربعين فناناً من ثلاث عشرة دولة طبعاً بالنسبة لإقبال السائحين هنا في الغردقة عندنا فترة صباحية وفترة مسائية فترة صباحية بتضم أنه أكثر حي أنه هو الروس والفترة المسائية مع جولات البلد إنها بتضم عندها أنه هو الألمان والبولندين وبعض المدن التشيكية برضو هنا على الصحف مصر والحمد لله في إقبال شديد كويس خالص وخاصة السياحة الألمانية في إقبال شديد ببعض الشركات السياحة هنا في الغردقة بيستقبلوا خلال شهر أكتوبر هذا أكثر من 45 ألف سائح المتحف يضم ستينة تمثالاً لأبلهول والأهرامات وكيلوبترا ونيفرتيتي وإخناتون إضافة إلى شخصيات أسطورية وشخصيات كرتونية يعتبر كل الجسد اللي بيجي الغردقة بيزور المتحف هنا بس من أكثر الجنسيات اللي بتنظم جروبات ما جميع بالتحديد لأن فيه مجميع اندفيدول بتيجي 4-5 سبعين بس بالنسبة لجروبات بتيجي مجميع جروبات كبيرة بولندي، تشيكي، روسي هذا ويشجع متحف الرمال بالغردقة كل الزائرين على استكشاف ثقافات وفنون عدة عن طريق مجموعاته المنصقة بعناية